يا كريمة مكيكا والتي تعتبر الحضن الكبير للأطفال اللي هم فضعية صعبة مني كنت غير نبدأ مع الحوار أول حاشة قلت لي أنا ماشي المهمة دياري يعني في المجتمع ولا في الحياة أنني نربي وليداتي فقط وإنما كنين واحد الوليدات اللي ما نلقاوش ولا ما كانش عندهم الحض باش أنهم يتربوا وسط العائلات ديالهم فحتى هذوك الوليدات خاصة ليرعاهم وخاصة لإطلاب فيهم ويرض لهم البال فللا ماليكا من مواليد 15 نوين بير في 1960 من دار البيضاء من بعد انتقلت المراكش من اللي كانت عندها 4 سنين درسات في مدرسة ليسه اللي قررت فيها إيمان اللي هي للا سعدية حاليا من بعد مشتل الصويرة ومن بعد رجعت المراكش فدرسات في إعدادية للا مريم تم كانت أول لمحة كما نقوله اللي خدأت منها هذوك قلت في إعدادية للا مريم نفسي ما صعب فكما قلت هذيك الحاجة اللولة اللي كانت جبدتها الميدان الجامعة واللحيات فيها هذك التضامن فمن كانوا في هذه الإعدادية كانوا ينضموا واحد رحالات فكانوا اللي عندهم الفلوس كيخلصوا على رأسهم واللي ما عندهم مش كيتعاونوا واحد كيخلص على واحد واحد كيكمل واحد وكانوا كيمشوا كاملين ويفرحوا كاملين وبالتالي الأرشيطات ديرهم كانوا يديروها كاملين من بعد مشات درسات في كلية الحقوق بر ريبات الزوجته هي طالبة وولدات سليمان ابنها الأول ومن بعد انتقلات الأسفي مني انتقلات الأسفي فكرت قلت خلصني ندير شي حاجة اللي نفيد بها المجتمع ديالي فتما فجأت هالفكرة الأولى أنها تدير جامعية وربما علاش كانت الطفولة بالخصوص لأن الجدة ديالها كانت سكنة في مدينة الدار البيضاء خذت من عندها هذك الدافع ديال هذك الحب لهاذك الوليدات اللي في الشارع لأن الجدة ديالها سمحوا اليوم كانت كتخرج كتطل فيهم كترعاهم ومن ثم بقت هذك الفكرة كتدور في العقل ديال الله مالكة وقالت حتى أنا خاصني ندير جامعية نفيد بها هذك الوليدات اللي هما محتاجين الرعاية من عندنا فبدأت بوحد المقر اللي هو صغير بدر شباب أس فيه أعطوهم مقر صغير لكن فيه كان المشكل كان أن هذا المقر تبقى غير في صباح ما منحقهمش أنهم يصغلوا بالعشية يعني هذك الوليدات كيجوا بالصباح وخندور معهم الأنشطة ولكن في الليل غير رجعوا للشارع لذلك قلبت على أنها تدير شاركات أنها شفت فلول مع السفارة في اليابان أعطوهم شي مساعدات ولكن كان الأمر غير كافي باش أنها تديروا حد مركز كبير يحتاجت زيارة ملكية ديال سيدنا لمدينة أس في وبالتالي تحلات لهم بزاف ديال المشاكيل داروا مقر كبير بواصفات عالية بكل ما هو لوجيستيك يحتاجوا باش أنهم يديروا الأنشطة ديالهم ويلقوا هذك الوليدات في نيباتو ويلقوا واحد الحضن ولو ما غيكونش قريب من الحضن ديال العائلة فهذه هما ربما أبرز الأمور للمسار ديال الجمعية نتذكروا ربما أهم المحطات أنه في 1997 كان تم إنشاء الكرم هذه الجمعية اللي خاصة برعاية الطفولة فضعية صعبة في 2001 تم الاعتراف بمؤسسة أنها ذات منفعة عامة في 2004 تم افتتاح الفرح الثاني بمراكش والتالت بولاد حسون وعودوا زادوا مركز آخر بأسفي وحاليا هما قيد إنشاء مركز فرحامنا